هي النظافة الشخصية تعتبر هي البوابة اللي لو تم يعني غلقها جيداً الطفل حيحمي نفسه ويحمي كمان أسرته من أمراض كتيرة فإذا كنا بنقول إن الجهاز المناعة هو اللي بيحمي الجسم فالنظافة الشخصية هي اللي بتحمي جهاز المناعة وبتخفف العبء عليه وبتخفف المجهود عليه علشان يقدر يحمي الجسم إزايكم فيه عناية شخصية بالطفل وإزاي أخلي الطفل يعمل ده خلال وجوده في المدرسة وبعد عودته للبيت حاجات كتيرة وأولاً المسئولية بتقع في الأساس بالنسبة للأطفال على الأمهات فمهمة جداً الأمهات تهتمت جداً بنظافة أظافر ولادها إن تبقى الأظافر مقصوص باستمرار تهتمت جداً بنظافة شعرهم بتصريح الشعر باستمرار بأخدين الدوش باستمرار مفيش حاجة سمعها إن الطفل يبقى جاي محمل بالتراب والعرق وكده والأم تقوله دخل خد دوش يقولها لا أسانا مكسل لا ده ده مهم جداً المتابعة المستمرة للأم إنها بتتابع بتفتش في شعره بتفتش في هدومه تشوف أي مظاهر لانتقال أي شيء غريب حشرات غريبة تبدأ إن هي أول بول تاخد بالهم اشتركوا في القناة